شهر رمضان اللي احنا عايشين فيه مع القرآن الكريم وعايشين مع الجزء الثمنتاشر واحنا بنتكلم عن صفة من أهم الصفات وقيمة من أهم القيمات اللي بيبنيها فينا القرآن وهو بيبنينا علاقتنا العلاقات المنورة اللي مفهاش علاقات مسمومة لكن علاقات كلها علاقات سعادة وعلاقات رحمة وعلاقات مودة وعلاقات فتح وعلاقات مليئة بأسرار الله سبحانه وتعالى اللي بيبني دي بيها خلقه كنا مع قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وقلنا أن القيمة هنا هي قيمة التشاركية وقيمة التشاركية عشان ننميها في نفسنا لازم نرجع تاني نتصل ببعض نرجع تاني نتصل ببعض ونتمئن على بعض بعد ما السوشيال ميديا أخذت حياتنا كلها وحوالتها إلى حياة افتراضية نرجع تاني نتصل ببعض ونتمئن على بعض ويا سلام لما حد فينا يحس إن في حد مد إيده هو كمان هيكون مد إيده ونتشابك وكمان نحس ساعتها بالدفء ونحس كمان بزاكمال العلاقة تاني حاجة ببساطة خالص تعالوا نتعود إن احنا مع بعض نعمل نخص السيوم نخدم فيه الدوائر المختلفة من في حياتنا دائرة الأسرة دائرة العائلة دائرة الأحبة والإجراء التالت يريد ببساطة خالص نقدم على أعمال مشتركة ونكترها زي ما حدثت النبي كان بيجتمع مع السيدة عائشة على أعمال مشتركة فبتزود التشاركية وبتزود القرب بين الناس ويريد في النهاية نتصدق بالنية إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا تقصرنا ونتصدق بالنية إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا أفاق العلاقات ويطيب خواطر الناس اللي إحنا محتاجين إن إحنا يحسوا بإن إحنا بنشاركهم احتياجاتهم ومنشاركهم كمان أحزانهم وبنشاركهم كمان أفراحهم ده كله لأن الصدقة على فكرة مش لازم تكون على الفقير بس ممكن الصدقة تكون على حبيب كمان أنا بجمله في حالة من الحالات اللي هو بيمر بيها حالة فرح حالة حزن وأنا بجمله فيها وتكون دي صدقة فيحس بالتشارك معه وتبدأ العلاقة ترجع تاني وتتنور وتتقلق ببركة الصدقة المباركة اللي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى